موسيقى السلام عليكم ورحمة الله القتال ضد تنظيم داعش سيكون صعبا وقد يستغرق عقودا تصريح بتوقيع وزير الدفاع المراكي السابق ليون بانيتا احتواء تنظيم داعش ومنع تمدده ربما يكون استراتيجية أكثر وقعية من هزيمته هذا ما ذكره تقرير لجنة دفاع بالبرلمان البريطاني الذي أكد بالنص على أنه من الصعب جدا تدمير التنظيم وأنه ثم تهوة كبيرة بينما وصفته اللجنة بالعبارات الرنانة التي ترددها بريطانيا وشركاؤها وواقع الحملة العسكرية على الأرض ما الذي ينبغي علينا فهمه من هذه الإشارات المهمة وهل هناك تحول في الرؤية والمعالجة على الأرض مع تأجيل الأهداف النهائية بالقضاء على التنظيم باختصار إلى أي مدى باتت قناعات الغرب بأهمية تبني استراتيجية جديدة تراف الاحتواء أقل كلفة من المواجهة شؤون الساعة تحاور ضيوفها عبر الأقمار الصناعية في حلقة الليلة حول هذه المفاهيم ومآلات التحول باتجاه هذه الاستراتيجيات وكذلك تداعياتها على تمدد ما يسمى داعش وشكل الخريطة السياسية في المنطقة في ضوء قناعات صناع هذه الاستراتيجية الجديدة نرحب بضيوفنا من واشنطن دكتور صبحي غندور مدير مركز الحوار بواشنطن ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي عبدالله حمودة كما ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي دكتورة نهل الشهال أهلا بكم جميعا فاصل قصير نبدأ بعده النقاش مرحبا بكم مجددا وأبدأ من واشنطن مع الدكتور صبحي غندور دكتور صبحي ليون بانتا عرف كثيرا أنه صانع السياسات المرموق الذي عامل في إدارة باراك أوباما ما الذي يدفعه للخروج بتصريح مثل ذلك؟ هو أولا ليس الآن بموقع رسمي في الولايات المتحدة وبالتالي هذا ما نعاد أو في عدد كبير من الذين يشاركون في الإدارات الأمريكية ثم حينما يكون خارجها نتحدث في السابق يتحدث إلى حد ما بلغة ربما مختلفة كان في السابق نعم يتحدث بلغة مختلفة عما تكون عليه مواقف الإدارة لكن هذا لا يقلل من قيمة طبعا كلامه في النتيجة هي في تقديري الآن على مستوى الإدارة الأمريكية تحديدا النظرة للحرب على داعش أنها هي حرب طويلة حرب ليست مفتوحة زمنيا طبعا إلى أبدا طويل ولكن جرى الحديث عنها منذ تقريبا منتصف العام الماضي بأنها سأخذ سنتين أو سلاسة هذه التقديرات الزمنية مرتبطة بما هو واقع الحال على الأرض بأن رغم إدراك الولايات المتحدة أهمية الغارات التي تقوم بها والعمليات الجوية أن ذلك لن يحصم الأمر ضد داعش ما سيحصم الأمر ضد داعش هو وجود عسكري على الأرض هذا لا يعني بالضرورة مشاركة الولايات المتحدة أو أن تكون هي في المقدمة ولكن هذا يعني مراهنة على متغيرات هذه المتغيرات التي تحدث عمليا الآن في العراق وفي سوريا إلى حد ما هناك مراهنة من إدارة أوباما بأن العراق خاصة بعد تغيير حكومة المالكة أنه ممكن أن يكون جيشا أفضل مما كان عليه في السابق وأن تكون هناك أيضا إمكانية لدعم بعض القوى المحلية في مناطق معينة في العراق مثل الحرس الوطني الآن التي يتم إنشاؤها وأن هذا الأمر في العراق سيؤدي إلى مواجهة داعش عسكري كما حدث من قبل الجيش العراقي وكما يحدث الآن من قبل الجيش العراقي ومن قبل قوات البشمركة في بعض المناطق أما في سوريا في المراهنة هل يأخذ في الاعتبار عام الوقت وداعش يتمدد يوما بعد يوم هل هذا فعلا في الحسبان لدى هذه القوى وعلى رأسهم طبعا الولايات المتحدة الأمريكية نعم هذا السؤال مهم لكن في النتيجة هناك الآن انحصار وليس تقدم الآن لداعش يعني ما حدث في عين عرب من مواجهة مشرفة في الحقيقة من قبل القوى المحلية هناك المتواجدة في داخل منطقة عين عرب أدى إلى عمليا مواجهة داعش ودحر داعش في هذه المنطقة وانسحابها من محيط هذه المنطقة هذا أمر مهم الأمر نفسه يتكرر الآن إلى حد ما في مناطق في داخل العراق لا تنسى المخاوف أخي كانت العام الماضي أن قوات داعش ستصل إلى بغداد كان هناك حديث عن امتداد جغرافي كبير هذا الأمر لم يحدث الآن هناك في أسوأ الأحوال هناك استمرارية لداعش في المواقع التي هي عليها وليس تقدما على الأرض لكن هذا لا ينهي المشكلة في النتيجة مواجهة داعش تطلب وجودا عسكريا كبيرا على الأرض أعتقد هذا ما يحدث الآن في داخل العراق ولكن في سوريا تحديدا هناك مراهنة لدى إدارة أوباما على تسوية سياسية تجمع عمليا بين الجيش السوري الذي يقاتل داعش الآن وبين بعض أطراف المعارضة وفصائل المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة بحيث يكون مستقبلا هناك إمكانية حكومة في داخل سوريا تضم مختلف الأطياف بهذا المعنى وتكون المشاركة العسكرية أوسع على مستوى بعض المناطق إضافة للجيش السوري في مواجهة داعش هذا الذي جعلهم ربما يحدثون عن سنتين أو سلاس وليس مسألة شهور أو وليس طبعا مسألة مفتوحة كما كانت في طروحات الأمريكية مع القاعدة منذ حوالي أكثر من عشر سنوات دكتور أنهل الشهال في بيروت ما هي أبعاد مثل هذه التصريحات وإلى أي مدى تعكس بوصلة الاتجاه عند واشنطن أنا أعتقد أن هناك واقعية في مقاربة موضوع داعش لدى الإدارات الكبرى في العالم وهم يعلمون أن الأمر ليس بيدهم لا يتوقف الأمر على القصف بالطيران أو من البوارج حتى اليوم في حوالي 1800 غارة حدثت النتائج أعتقد أني وافق دكتور غندور على أن الخطة هي خطة أو وحضرتك أيضا أشرت لذلك هي خطة احتواء يعني هي خطة لا تقوم على فكرة أنه يمكن استقصال داعش بواسطة القصف العسكري أو القصف بالطيران أو بالبوارج أو بأي شيء من الأشياء أنا ما أخشاه هو أن الأمر لا يقلق فوق اللازم القوى الكبرى في العالم هو مسألة ربما إذا جرى احتواء تتحول إلى مسألة إقليمية إلى حد بعيد وبهيضا الصدد لعل المطلوب أو المطروح أن يجري تنظيم حرب طويلة مدمرة طبعا بين قوى إقليمية ومحلية وبين تنظيم داعش ومتفرعات تنظيم داعش بالمناسبة هناك واقعية نحن نعرف أن الإدارة الأمريكية استقبلت نائب الرئيس السوداني عمر البشير رغم كل العقوبات التي مفروضة عليه استقبلته بأعتقد مبارح أو اليوم للبحث معه في دور السودان في قطع الصلة بين غرب أفريقيا حيث بوكو حرام ونيجيريا وتشادو إلى آخره وشرق أفريقيا حيث الصومال لأن الخشية مثلا لماذا نتكلم عن ذلك؟ للقول أن الخطط هي خطط احتواء وتقطيع التواصل جرى تجاوز الموقف من عمر البشير ومن الحكومة أو من السلطة في السودان لمصلحة دراسة خطة احتوائية تمنع هذا التمدد وبالتالي هذا التواصل يكون فيها للسودان بالضرورة دور متجاوزا مقيل من مسائل تتعلق بنمط الحكم وحقوق الإنسان وإلى آخره من الأشياء أتحول إلى لندن ودكتور عبدالله حمودة يعني دخلت على الخط اللجنة بتقرير الدفاع أو بالبرلمان البريطاني يتحدث بصراحة عن أهمية احتواء تنظيم داعش ومنع تمدده ووصف ذلك بأنه ربما يكون استراتيجية أكثر واقعية من هزيمته هل نحن أمام تحول حقيقي وتبني سياسات مختلفة؟ الحقيقة نحن نواجه موقف شديد العجب يعني على الأقل من وجهة النظر العربية وما أراه هنا من لندن من منظور غربي مدهش أيضا وليسمح لي الدكتور صبحي والدكتورة نهلة أن أختلف معهما لأنه لا يبدو أن هناك استرياتيجية لا لاحتواء ولا لهزيمة داعش أمريكية أو غربية بوجه عام يعني أنا أبتعد عن نظرية المؤامرة ولا أعتقد فيها ولكن أعتقد أن هناك مخططات لدى الدول الكبرى للتنفيذ في مناطق يمكن فيها تنفيذها لتحقيق المصالح الغربية وأعتقد أن داعش هي مخلوق غربي بالأساس وأن الهدف منها هو تنفيذ مفهوم الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية الذي يتحقق على أساس تحقيق مصالح غربية بثمن تدفعه المنطقة العربية ودولها وتظل داعش فزاعة فيها يعني هناك شهادة للأميرال جيمس ماتس أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي قال فيها أن الولايات المتحدة تبدو أنها متحررة من أي استراتيجية تجاه داعش وهناك انتقادات في شهادة أمام لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني قالها الجنرال السير ريتشارد شيرف قال فيها أن بريطانيا ليست لديها استراتيجية محددة وأن هذه الاستراتيجية متوزعة على عشرين جهة أو شخصية في المؤسسة البريطانية كل منها يتحدث بشكل مختلف كما قال السير ريتشارد دانت رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية السابق أن هناك إسهام بريطاني محدود وتحدث تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكي مرة أن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض وتحدث الرئيس الأمريكي بأن هذا أمر غير ممكن وهذا يشير إلى تضارب في التصريحات الصادرة من المؤسسات المختلفة في الدول المختلفة وانتقادات من مجلس العموم البريطاني لمحدودية المشاركة البريطانية التي لا تزيد عن 6% ويبدو أن هناك توجه من خلال مشاركة الدول العربية في الغارات الجوية ومعروف أن الغارات الجوية لا تحقق أي هدف ولا يمكن السيطرة سواء بالإضعاف التدريجي أو بالتدمير الكامل والهزيمة أو حتى الاحتواء إلا بوجود قوات على الأرض لأن داعش تتحرك على مساحة كبيرة من الصحراء وتستطيع التمدد أو التراجع حسب المناورة وما تسمح لها به كما أن عدد الطلعات الجوية لا يعني ضربات جوية لأن كثير من الطلعات يكون بالاستطلاع أو بأي هدف آخر وكثير من الطائرات تعود بحمولتها أنا آسف جدا لأنني أقول أن ما جرى بعد استشهاد الطيار الأردني يعني طوريط دول إقليمية للمزيد من الدخول والانغماس في هذه الحرب سواء بزياد الطلعات الجوية سيد عبدالله حمودة ماذا تريد أن تقول الآن أكثر من مسار أشرت إليه قلت أن داعش مجرد فزاعة وأن داعش هي مخلوق غربي لا هي فزاعة إذن ماذا تريد أن تصل إليه سيد عبدالله ما أريد أن أصل إليه أن هذا هو أحد أساليب الغرب لخلق الفوضى الخلاقة في البلاد العربية وهي خلاقة بالنسبة للغرب ومدمرة بالنسبة للمنطقة العربية وخصوصا لعني أضرب لك نموذجا استشهاد الطيار العراقي بالطريقة الوحشية التي جرى بها الأردني أدى إلى دخول الأردن بشكل أقوى يمكن أن تحدث حوادث لطائرات أخرى أردنية ويمكن أن تدخل الأردن بقوات على الأرض وتدخل معها دول أخرى بقوات على الأرض المراد هنا هو طوريط الدول العربية في حرب في الوقت الذي ليست فيه لدى الإدارة الأمريكية والقوات الغربية ووضوح لأن داعش خصم أساسي لنظام الرئيس بشار الأسد وهم لا يريدون بشار الأسد ولا يريدون داعش لكن يريدون داعش مؤقتا لتكون مصدر قلق لدول مختلفة وما يجري من احتواء هو احتواء لداعش حتى لا تهدد أي كيان كردي سواء في شمال العراق أو في عين العرب كوباني دكتور في واشنطن الدكتور عبدالله حمودة أشار إلى أن الغرب دكتور صبحي طبعا الغرب كما أشار دكتور عبدالله حمودة يريد توريط الدول العربية للدخول في حرب وأن داعش كما أشار أيضا هي مجرد فزاعة وأنها يعني من صناعة غربية ما علاقة ذلك دكتور صبحي بالاستراتيجية الجديدة دعني أقول أخي أولا أني أرى تأسيس داعش يختلف ربما الآن التفسير حوله ولكني أرى أنه هو مزيج من عوامل العامل الأساس فيه أن داعش قامت على أنقاض القاعدة إذا صح هذا التعبير في العراق وفي أيضا سوريا يعني في النتيجة من أسسوا داعش هم كانوا قيادات في القاعدة نفسها هذا يعني معروف من الناحية الآن الموضوعية ولا خلاف على ذلك ومن أسس القاعدة في الأساس هم جماعات كانوا في أفغانستان يتبعون للمخابرات الأمريكية ويسيرون بإرادة أمريكية في مواجهة مع الاتحاد السوفيتي وحينما كانت أفغانستان الشيوعية وتطورت للأسف أيضا بعض الأطراف العربية والإسلامية في دعم هؤلاء وحتى مصطلح المجاهدين الأغفان أطلقوا برجانسكي الذي كان مستشاراً للمائيس نعم دكتور أنا أريد أن أصل إلى نقطة العلاقة من حيث النشأة متفقين نعم أريد أن أصل إلى نقطة العلاقة بين الاستراتيجية سأصل معك سمح لي كما سمح لي بس تفضل نعم سأجيب على سؤالك أعطيني بس أرجوك فرصية تفضل الآن هذا ما هو في رأيي واقع حال موجود أن داعش الآن هي هذا التراكم الزمني من نشأة القاعدة منذ السمانينات الآن لكن هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك فكر استندت إليه القاعدة في السابق حينما كانت تدعو للجهاد ضد الشيوعية في أفغانستان هو نفسه الآن هذا الفكر الذي يدعو إلى إقامة دولة إسلامية ويقيمها على هذا الأساس هو نفسه الفكر الذي يكفر كل من هو ليس معه وليس فقط من طوائف ومذاب أخرى ولكن حتى من لا يتفق معه على تفسيراته الدينية هذا الفكر هو بدرجة قولة مهم التوقف عنده المسألة الأخرى والرقم الثاني هنا في الموضوع هو التمويل لو لم يحصل التمويل لمن كانوا في القاعدة ولمن أصبحوا في داعش لما كبرت ونمت داعش وهؤلاء أيضا ينتشرون للأسف في أطراف عديدة المسألة الثالث وهي المهمة هنا دور طبعا الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ربما تحديدا في اختلاق الأزمات لو لم تحدث حرب أمريكا على العراق لما نشأت القاعدة في العراق ولو لم تحدث الحرب بهذا المعنى على أيضا سوريا وما يحدث في داخل سوريا لما انتشرت أساسا داعش وجماعات القاعدة وكل هذه الجماعات إذن هي مسؤولية مشتركة وأتحدث عن هذا التركيب الأساس لأصل فيه أنه ليس الموضوع الآن أن داعش صناعة أمريكية كما سمعت من أستاذ عبدالله وغيره هي في النتيجة موجودة أنا أشبه ما حدث مع داعش كما حدث في 11 ستمبر 2001 مع القاعدة أن هناك كان من يخطط لقيام بعمليات وهجمات في الولايات المتحدة لكن إدارة جورج بوشي الأبن ونائب هوتشيني والمحافظين والجدد آنازاك أرادوا ترك هذه الأمور تحدث ليستفيدوا منها لصناعة عالم جديد وليس فقط شرق أوسطي جديد تصرفوا على ما حدث في 11 ستمبر للحديث عنه الآن نجد نفس الحالة تتكرر نجد أن ما حدث في الصيف الماضي أن كانت داعش تسير بآلياتها وترصدها طبعا أجهزة الرصد الأمريكية والأقمار الصناعية الأمريكية ولم تضرب لأنه بإمكان كان فعلا أنزاك حينما كانت تنمو وتنتشر داعش أن تضرب عسكريا لكن هذا الضرب يجب أن يخدم استراتيجية هذه الاستراتيجية هي التي نراها الآن لا هناك استراتيجية لمواجهة داعش استراتيجية تريد توظيف داعش لخلق أوضاع جديدة في المنطقة يعني الآن بسبب وجود داعش استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقيم تعاونا مع إيران في داخل العراق على سبيل المثال لمواجهة داعش وأن تغير حكومة المالكة وأن تعيد إلى العراق آلاف من الأمريكيين بحجة أنهم مستشارين بينما لم تحصل الاتفاقية في السابق مع حكومة المالكة مع الولايات المتحدة الآن بسبب داعش يتم الحديث عن أهمية عدد ترتيب الأوضاع في سوريا وتجاوز الآن مسألة إسقاط النظام وهذا موضوع كانت بعض أطراف المعارضة تراهن عليه وأن الولايات المتحدة تريد الآن تسوية سياسية في سوريا هذا يخدم كله مع بعض أيضا استراتيجية أمريكية تريد الآن توصل إلى اتفاق مع إيران والتوصل إلى اتفاق مع إيران أيضا اتفاق له علاقة في سوريا له علاقة في العراق له علاقة في منطقة الخليج العربي وغيره هذا يعني أن هناك استراتيجية أمريكية توظف الآن داعش لخدمة مشروع كبير للمنطقة لكن داعش لم تصنعها أمريكا وداعش في النتيجة تحاربها الآن المتحدة. كما فعلا نرى في واقع الحال الذي يحدث على الأرض في أكثر من مكان. واضح دكتور. دكتورة نهلة لنتحدث بشكل مباشر. يعني ما حجم المخاوف الغربية الناجمة عن مخاطر المواجهة على الأرض. ودورها أيضا في تبني سياسات الحرب عن بعد. أولا خلينا نوضح شيء بشكل جلي تماما. لن يرسل الأمريكان ولا الفرنسيين ولا البريطانيين قوات على الأرض لمحاربة داعش. ولا غير داعش. هذا أمر انتهى. ومن يظن أن ذلك ممكن أو ربما جاء أو سيأتي. هو مخطئ. إذا أنت تطلع مثلا. يأخذ مثل المخططات الفرنسية كما تعلن عنها الحكومة وأجهزة المخابرات الفرنسية. ومراكز الأبحاث الفرنسية المهتمة بمكافحة الإرهاب. تقوم بالدرجة الأولى على منع وقوع عمليات إرهابية في فرنسا وفي أوروبا. وطبعا هذا هو اختلاف كبير أيضا بين القاعدة وتناسل عن القاعدة. ومنه داعش. أن القاعدة كانت تركز على العمليات ضد الغرب وضد ما تسميه الصليبيين. اليوم داعش يعتبر أن مواجهة مع الأقرب هي الأولى. هذا اختلاف كبير. لكن هذا اختلاف يريح الغرب بشكل من الأشكال. المسألة الأساسية. مثلا. في كل ما اطلعت عليه فيما يخص المخططات والستراتيجيات والتكتيكات الفرنسية. تقوم على ضرب الإرهاب داخل فرنسا وداخل أوروبا. ومنعه من أن ينفذ عمليات إلى آخره. بعدين وراء ذلك أن يحدث حرب وخراب وقصف وتقاتل في مناطق بعيدة مثل بلادنا لا تمس مباشرة المصالح والبنيان الغربي. فهذا أمر محمول. منه أولوية. هو أولوية في المنطقة. من هون يبدأ المرحلة الثانية التي هي إدارة داعش. يعني داعش موجودة. لا اخترعها الغرب ولا اخترعها الأمريكان. وبفترة من الفترات ممكن يكونوا غضوا النظر عنها. وبفترة تانية غضوا النظر عن من يمولها. وهذا سؤال كبير. لأنه تورط الدول العربية وأقليمية في أمويلها. عذرا على المقاطعة. في ظل الاستراتيجيات أو الاستراتيجية الغربية في حرب داعش. نرى الآن قوة مسيحية على الأرض. قوة عراقية مسيحية على الأرض. يعني كيف تفسرين ذلك؟ وكيف يتم تشكيلها؟ وهل لها علاقة فعلا بهذه الاستراتيجية للحرب الجديدة؟ معلش. لا. لا. ما بنقدر نكون عم نحكي بشي على سوية معينة. ونرح على التفاصيل. ما هيك؟ يعني تشير إلى قوة رمزية بالأخير في نهاية المطاف. يعني من هي؟ لكن هذا متغير على الأرض يعتبر. يعني لوحظ أن نريد وجهة نظرك التحليلية. لأن عناصر جديدة تبدو على الأرض الآن. أقول لك لا لا لا. أنا قناعتي الشخصية ومراقبتي للأمر تقول أنه هناك واقع حال اسمه وجود داعش. الصدمة الكبرى اللي هي الهجوم على الموصل واحتلال. بالأخير تلت الأرض العراقية. هذه كانت يعني توريكا يفعل لأنه لم تقدر قيمة الأمر. لأنه كان يراد من ذلك استثماره في أشياء أخرى. العلاقة مع إيران. العلاقة مع السعودية. إلى آخره. العلاقة مع تركيا. ضغط على يعني النظام السوري. هناك عدة يعني يدار الأمر عن بعد. يدار الأمر بصفته خطر بعيد تجري مفاعله على أرض. ليست هي الأرض الأمريكية ولا هي هي الأرض الأوروبية. ويمكن ابتزاز هذا وذاك وتوظيفه في خطة سياسية تتعلق بمن جهة إدارة الموضوع إدارته لأنه واقع حال موجود. ومن جهة تانية استثماره بأغراض سياسية واقتصادية وعلاقات دولية وإلى آخره. بشكل إجمالي مجمل دكتورة نهلة. هل مخاوف الغرب من المواجهة يمكن أن تؤسس لهذه الاستراتيجية الجديدة؟ مخاوف الغرب من المواجهة ليس مطروحا أن تأتي قوات بمئات الألوف لتقاتل داعش. لا في سوريا ولا في العراق ولا في أي مكان. هذا أمر انتهى. الفرنسيين أرسلوا إلى تشاد وإلى مال قوات. وجرى انتقادهم على أي حال. هذا أمر كان كثير معزول أو محدود بالمقارنة. وهذه مستعمرات قديمة لهم بالمقارنة مع موضوع داعش. ليس مطروحا أن تأتي قوات بأعداد كبيرة وتقاتل داعش أو تقاتل غير داعش. المطروح اليوم عمل قصف قليل الفعالية بالمناسبة. وعمل استخباري أيضا قليل الفعالية. ثم إدارة سياسية لهذه المعطيات. وهذا يجعل الأمر بعيد عن أن يكون أنا بخالف هون دكتور غندور. أنا لا أعتقد أن استراتيجية الموضوعة تتعلق بسنة ولا بسنتين. قد تحدث مفاجآت. لكني أعتقد أنه في تصور أن الأمر يقدر يطول طالما معهم يدفع تمنه. أستاذ عبدالله حمودة تدخل الولايات المتحدة في العراق. أو تدخل أيضا الغرب بشكل عام أو التحالف الدولي في العراق. وفي المقابل إخفاق الغرب الآن أو هذا التحالف في الخوف من الدخول والمواجهة بشكل مباشر. ماذا يعني ذلك؟ ما هي العلاقة؟ يعني هو التبرير الذي يقال في بريطانيا وفي عواصم غربية أخرى أن خبرة حرب العراق جعلت من الصعب الدخول بقوات على الأرض. لكن أنا أعتقد أنه أمر مقصود في هذه المرحلة بالذات. والحديث يعني اسمح لي أن أبدأ مما تفضلت به الدكتورة نهلة من أن الأمر يدار عن بعده وفعلا يدار عن بعد. ويدار عن بعد أيضا في مظهر آخر. وهو تجاهل الحكومات الغربية لأولئك الراديكاليين المتطرفين الذين تركوا بلادها لكي يحاربوا في سوريا. وهي تركتهم على أمل أن يقتلوا هناك أو لا يعودوا بأي شكل من الأشكال. وكأنها تريد أن يتم التخلص منهم بيد غيرها. ولكن اكتشفت أن بعضهم يعودون وهم أكثر تطرفا ويمارسون جرائم إرهاب على الأرض. ومن ثم يجب النظر على أن الإرهاب هو ظاهرة دولية. لا يمكن محاصرتها في منطقة الشرق الأوسط. وضمان عدم انتشارها إلى مناطق أخرى من العالم. للأسف الحكومات الديمقراطية الغربية بوجه نعم تتصرف على أساس من فترة تصل أربع سنوات أو خمس سنوات لمجرد قضاء فترة في السلطة. ولكنها في النهاية تعاني من أفاظ ذلك بسبب عدم وجود رؤية بعيدة المدى. وهم يتحدثون يعالجون الموقف بطريقة أن هناك أزمة تتم إدارتها. وليست هناك مشكلة من الضروري عليهم حلها. في هذا السياق يجب أن ننظر إلى نقطتين. ليس فقط غض البصر عن ذهاب المتطرفين إلى منطقة الشرق الأوسط. وإنما التمويل الذي يستمر حتى الآن. التحالف الغربي من المسائل المثيرة للسخرية. أن هناك دول شريكة في هذا التحالف ما زالت تمول داعش. وما زالت السلاح والأفراد يصلون إليها عن طريق الولايات المتحدة سيد عبد الله نريد أن نعود إلى ملفنا الأصلي. نريد أن نفهم الاستراتيجية الغربية فيما يتعلق بمواجهة داعش الآن. لكي أجيب على سؤالك في كلمتين مختصرين هو أنه ليست هناك استراتيجية واضحة كما قال القادة العسكريون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وفي دول أخرى. المشكلة أن الدول الغربية أغمضت النظر عن داعش وتركتها تنمو. وكانوا يعرفون وما زالوا يعرفون أن قوة الجيش العراقي من حيث التدريب والتسليع وهم الآن يحاولون أن يوفر له مدربين تحت النار الآن. وأين السلاح؟ ليس لدى الجيش العراقي قوات جوية فاعلة تستطيع أن تدعم وتغطي القوات البرية التي يمكن أن تتقدم أو يمكن أن تحقق له استطلاعا يمكنه من تفادي تحركات داعش على مساحات من الصحراء واسعة للالتفاف حول مواقعه أو مهاجمتها. هذا كله غير متوفر. الغرب لا يريد حل المشكلة. إذا كانت هناك استراتيجية غربية بالنسبة لداعش وليس لهزيم الداعش أو احتواءها هو للإبقاء على داعش لأطول فترة ممكنة والإبقاء على الصراع والتدمير في سوريا وفي دول عربية أخرى لأطول فترة ممكنة وتطوير دول وتوريط دول عربية في هذا مع الحفاظ على الوحدات الكردية الموجودة في شمال العراق أو في شمال سوريا أو في غير ذلك. استاذ عبد الله ما قيمة المؤتمر الذي عقد في لندن لتقييم مسألة نشاط داعش كيف ننظر أو لتقييم الحرب الغربية على داعش ممتاز هذا المؤتمر عقد في لندن ولم يصدر عنه بيان في النهاية وهذا يشير إلى اختلاف في وجهات النظر بين الدول المشاركة فيه وهو يعني انطلاقا من فهم غربي للموخف يعني يقولك إيه في السياسة يعني يجب أن لا تفعل شيئا منتجا ولكن أيضا إلى جانب ذلك أن تبدو وكأنك تفعل شيئا جيدا لكن في هذا الموقف بالذات هم يريدون أن يبدون وكأنهم يفعلون شيئا ولكنهم في حقيقة الأمر لا يفعلون أي شيء إلا هذا المخطط من أجل الفوضى الخلاقة لمصلحتهم وعلى حساب غيرهم دكتور صبحي غندور نعود إلى إليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي السابق تحدث أيضا عما أسماه بامتداد تهديد التنظيم إلى ليبيا ونيجيريا والصومال واليمن ما هو شكل خريطة المنطقة في ضوء التمدد الذي يتحدث عنه أو تحدث عنه بانيتا وكيف سيكون ذلك أيضا جزءا من أخطاء يراها بدأت بعدم معاقبة بشار الأسد عند استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد شعبه أنا لا أعلم إذا كانت هذه التصريحات الآن لها هذه الأهمية القصوى التي تعطيها الآن في هذا البرنامج في النتيجة هذا مسؤول أمريكي سابق ليست له قيمة عملية الآن في القرار الأمريكي ولا في وضع الاستراتيجية الأمريكية ما يقوله ما ينتقده يعبر فيه عن رأيه الآن وهذا واقع حال قلت لك نراه فيه الكثير من المسؤولين الأمريكيين الذين يغادرون مواقعهم الرسمية هو في النتيجة يقول لو جرى التشدد مع النظام في سوريا لما تحولت الأمور إلى ما تحولت إليها هذه وجهة نظر أيضا قالتها كلينتون يعني هيلاري كلينتون حينما كانت وزيرة الخارجية كانت تقول بذلك وهي التي قالت عام 2012 للمعارضة لا تسلم السلاح رغم أن هناك قرار صدر عن الجامعة العربية اتفاق على إرسال المراقبين عرب هذلك في نوفمبر 2012 لكن دكتور سبحي نحن لا ننظر إلى المسؤول الأمريكي السابق على أنه نأخذ بما ذكره على محمل الجد بقدر ننظر إلى الموضوع تنظيم داعش الآن كم كلف هذه الدول والتحالف وكم هدد ألا تنظر ما ذكره ربما يكون قريبا من الصحة يعبر عن قطاع من الأمريكيين موجود حتى في داخل كونغرس الأمريكي من هو أشد بكلامه قصاوة من ذلك وهو في موقع مسؤول وله أهمية أكثر وهم الآن الحزب الجمهوري في داخل الكونغرس الأمريكي وهم غالبية الآن في مجلسي الكونغرس يقولون بما قاله بأن إدارة أوباما لم تحسن التعامل مع الأزمة للمثال أساسا جون مككين الذي زار سوريا أكثر من مرة في الأراضي السورية في الشمال وتحدث عن ضرورة القيام بعمليات عسكرية حتى أمريكية وكانوا جميعهم ضد القرار الذي اتخذه أوباما في نهاية 2013 حينما امتنع عن ضرب المواقع السورية بعدما جرى الحديث عن أسمة السلاح الكيمائي هذا كله واقع حال موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وموجود حتى في العالم هناك من يقول أن إدارة وما كانت يجب أن تفعل أكثر لكن هل لو حدث فعلا هذا الأكثر هو الذي كان سيزيل داعش على العكس تماما ما حدث أكثر في العراق واشتيح العراق وكان هناك أكثر من 100 ألف جندي أمريكي في داخل العراق ماذا كانت النتيجة النتيجة أن القاعدة ولدت في داخل العراق قبل أن تولد في داخل سوريا وأن داعش ولدت في العراق قبل أن تولد في سوريا وأنه سقط مئات الألوف من الضحايا العراقيين ولم تحل المشكلة للداخلية ولا أيضا ما له علاقة في حالة الإرهاب هذا الدرس حصل في ليبيا حينما في ليبيا موريس أيضا ما يطالب به إن كان ليون بانتا أو جون مكين أو غيره حينما جرى استخدام الطائرات العسكرية الأمريكية والأوروبية وحلف الناتو لإسقاط النظام في ليبيا ماذا كانت النتيجة النتيجة الآن أن ليبيا أصبح تحارب بعضها البعض وهذا واقع حال للأسف دموي موجود في سوريا في ليبيا لا دولة ولا مؤسسات هناك ميليشيات تقاتل بعضها لبعض هل جرى إنقاذ ليبيا فإذا هذا النموذج الذي يتم الحديث عنه من بانتا أو من جون مكين أو من غيره غير قابل للتنفيذ عملية من قبل الإدارة الأمريكية ولكن أيضا فيه أضرار أكثر عذرا للمقاطع اسمح لي أيضا أشلك إلى نقطة مهمة وإن أخذها في عين الأتبار الحديث الآن عن داعش بمعزل عن أسباب داخلية في المنطقة هذا خطأ داعش ليست فقط هي ما تريده والغارب وما تفعله الولايات المتحدة هذه البيئة التي هي موجودة في المنطقة لماذا داعش خرجت فقط في سوريا وفي العراق لماذا لم نراها في أمكنا أخرى الآن لأن هناك من أدى في وضع سوريا والعراق إلى الحالة التي هي عليها هنا تأتي المسؤولية الغربية والأمريكية هنا تأتي مسؤولية من صنع البيئة لكن في النتيجة هناك شعوب في داخل هذه المنطقة للأسف دكتور سنطرح هذه المحاور في ناحية الفكرية الطائقية فيها تلعب دورا خطيرا في صناعة الحياة لا تتفق معي دكتور في ضوء ما نناقشه الآن كل هذه الظروف لا تتفق مع أنها تصب في صالح داعش وأن لديها القدرة على التمدد الظروف التي تصب لصالح داعش هي نفسها الظروف التي تصب لصالح إسرائيل داعش هي أنا في تقدير إذا أردنا أن نتحدث عن ما المستفيد من وجودها المستفيد الأكبر والأوحد الآن هو إسرائيل ومشروع إسرائيل التقسيمي للمنطقة إقامة دولات طائفية ودينية في المنطقة هذا ما فعلته داعش حروب أهلية وطائفية هذا ما فعلته داعش وتفعله داعش هدم الأوطان والجيوش العربية هذا ما تفعله الآن داعش وكل من يساند داعش هذا هو الذي يحدث الآن إسرائيل تستفيد من وجود داعش إن كانت لها علاقة في داعش مباشرة كما يحدث الآن في منطقة الجولان من خلال جماعة النصرة وغيرهم أو بشكل غير مباشر في النتيجة هي تخدم هذا المشروع الإسرائيلي في المنطقة هذا الذي هو في رأيي مطلوب أن يتم مواجهته هنا عربيا ووطنيا وهذا غير موجود للأسف لا في سوريا وفي العراق ولا حتى في لبنان ولا في المنطقة التي تتحرك من خلال هذه الجماعة ولا أيضا هناك للأسف مشروع عربي على مستوى عام كالذي كنا نأمل أن نراه بعد وجود داعش في المنطقة بهذا الشكل لم يحدث لم نرى أن الأولوية طاطة الآن لمواجهة داعش نرى للأسف نوع من الحض الأمريكي الآن على طاء الأولية ولمواجهة داعش بين بعض الأطراف الأقليمية والعربية ما زالت تتصرف بمنطقة الصراعات البنية دعنا نهرك دكتورة نهلة الشهال نشرك دكتورة نهلة من بيروت دكتورة هناك نقاط ساخنة جدا في الشرق الأوسط أبرزها الآن الوضع في اليمن كيف يؤثر ذلك على سياسات الغرب ضد تنظيم داعش طرحت سؤالا جيدا لأنه يعبر عن ما يجري اليوم وبكرة ما سيجري غدا ونحن العقل السياسي العربي دائما لحظوي يعني نبدأ في النقاش حول داعش وكأن داعش لا سياقة لها مش بس باللي قال الدكتور غندور من حيث الاحتلال العراق وضربه وضرب بنيته وإلى آخره ومثال ليبيا اللي بالمناسبة مش بس عم تتصارع كقبائل ومجموعات وأنما كمان أيضا وبأكتر من منطقة صارت بؤر لمجموعات مسلحة إلى صلة بداعش ولا بتنظيمات تشبه داعش اليوم ما يجري في اليمن يمكن أن يؤدي إلى توسع دائرة الاصطراع الإقليمي أولا هذه أول نقطة وإلى حالة من تفكك بلد أساسا هش التركيب وأنا أعتقد أنه نحن ممكن أن نكون مقبلين على وضعية انتشار أو تمدد حالة من الفوضى ومن المواجهات حتى العسكرية والمسلحة في اليمن على أهمية اليمن وأنا أذكر هنا قربة من السعودية ووجود أصلا مسألة باب المندب في مسألة خطيرة استراتيجيا قد تحمل مع عناصر تفجر إضافية في المنطقة لكني أريد أن أعود إلى مسألة محددة لا يمكن علاج ظواهر كداعش بغد النظر عن بالأصل كيف نشأت ومين اللي بلحظة من اللحظات دعمها آملا أن يستثمرها في هذا أو ذاك لكن داعش هي حيثية موجودة فعلا تستثمر هي لكي تستمر في الوجود حالة العجز العربي القائم حالة انهيار المجتمعات حالة البطالة والفقر وفقدان الأمل بعيون الشباب واليأس من الغد تستثمر كل ذلك وتستثمر أيضا هي كظاهرة من قبل القوى الإقليمية والعالمية لحالة أنا أعتقد أنها وجوديا صارت خطيرة في المنطقة يضاف لها اليوم ما يجري في اليمن لتتحول المسألة إلى استعصاء حقيقي طيب سيد عبدالله حمود إلى أي مدى ترى أن هناك أولويات بالنسبة للغرب للمشكلات المعقدة في المنطقة وعلى الصعيد الإقليمي قبل داعش الأولويات الغربية تظل معروفة وواضحة أولا تأمين إمدادات النفط إلى مناطق العالم المختلفة خصوصا الغرب وهذا يتضمن الولايات المتحدة وغيرها رغم أن الولايات المتحدة لا تستورد الكثير من نفط منطقة الخليج وإنما لأنها تسيطر على التجارة في النفط ونقله وتكريره وغير ذلك المصلحة الثانية وهي بقاء إسرائيل وما تفضلت به الدكتور نهلة ودكتور صبحي أيضا من أن الوضع داعش يسهم في خلق صراعات طائفية على خطوط تجعل من المبرر ظهور دولة دينية يهودية في إسرائيل يعني كل هذا هذه هي المصالح الغربية في الأساس أما غير ذلك فهذا يعني لا يهم الغرب وعدم الاستقرار فيها يعني يمكن أن يؤدي إلى نتائج تحقق مصالح الغرب على هذا النحو في مرحلة تالية بشكل أكبر ومن هذا نلاحظ أن هناك تقاعس في الموقف الغربي من إصدار بيان أو اتخاذ مواقف بشأن ما يجري في اليمن للأسف الشديد الكثير في بلدنا العربية لا يتحركون سياسيا إلا في انتظار قرار يمكن أن يأتي من الغرب خصوصا من واشنطن وفي غياب مثل هذا القرار للأسف الشديد الموقف في اليمن معلق وهناك فراغ في السلطة وصراعات تهدد اليمن بأكملها في لبنان طبعا أيضا هناك نموذج واضح شغور موقع الرئاسة وفي بلدان عربية أخرى المهم في هذا السياق هل نستطيع القول أن داعش الآن ضمن أولويات الغرب أم أنها خارج هذه الأولويات داعش في وجودها مصلحة غربية القضاء عليها ليس أولوية غربية إدارة الأزمة وتوجهها بشكل معين لفترة من الوقت هو مصلحة غربية متى يتم القضاء عليها القضاء عليها ممكن يعني أنت تتحدث عن 25 ألف مقاتل لكن متى ما تحققت المصالح الغربية متى ما تحققت المصالح الغربية ومتى ما رأى الغرب أن هناك مبرر أمام الناخب الغربي لكي يتدخل عسكريا أو أنه قادر على حشد قوة إقليمية عربية تورطت في هذا الصراع بحيث تقوم بالمقدمة ويدعمها الغرب بشكل أو بآخر جميل دكتور صبحي تقرير لجنة دفاع بالبرلمان البريطاني يبدو أنه كان صادما عندما أكدت اللجنة أنه من الصعب جدا تدمير التنظيم وأن ثم تهوة كبيرة بينما وصفته بالعبارات الرنانة التي ترددها بريطانيا وشركاؤها وواقع الحملة العسكرية على الأرض نقاط الجديرة بالتوقف عندها في تحليل هذا الجزء من التقرير دكتور هو في الأساس ليس ممكنا مواجهة جماعات التي نطلق علىها الآن تعبير أن جماعات إرهابية كداعش وكالقاعدة لا يمكن مواجهتها والقول أن المعرك انتهت معها هي ليست حالة جيوش نظامية لدول وتنتهي باستسلام هذا الطرف أو ذاك أو بانكسار الجيش الآخر هي تعبر عن مزيج الآن من فكر تعبر عن مزيج من مصالح حتى بنيت على أساس وجودها لداعش تعبر أيضا عن امتداد بالبشر يعني القاعدة كانت في كل العشر سنوات الماضية منتشرة ومن يدعمها ومن أيضا يشابها في أمكنا عديدة من أفريقيا من أمريكا الجنوبية من آسيا من المنطقة العربية حتى ضربت في الولايات المتحدة وهناك من تحرك وهو نضال حسن بتعليمات من العوقري في اليمن الذي كان يقود القاعدة في اليمن هذا يعبر عن أن المواجهة بهذا المعنى لم تنتهي بأعلان انتهت الآن المعركة مع داعش أو مع القاعدة هذا الأمر أنا في رأيي يطرح سؤالا مهما كالأسل التي تطرحتها الآن أنت أيضا الأستاذ عبدالله وسؤال هو يتعلق بأنه هل هذه المعركة مع داعش أو من يمثلون وترمس إليه داعش هي معركة الغرب أم معركة العرب والمسلمين أنا من وجهة نظري أن أرى أن هذه معركة العرب والمسلمين أولا هذا الأمر لا يعني الآن فقط الولايات المتحدة والغرب ونتحدث عن كيف الغرب سيتعامل مع السؤال كيف سيتعامل العرب والمسلمون مع هذه الحالة هل هناك حالة اتفاق في الحد الأدنى على كيفية التعامل مع داعش الآن عربيا وإسلاميا الإجابة لا وهنا مقمن الخطر هذا يسمح للغرب وللولايات المتحدة والإسرائيل وكل القوى أن تستسمر وأن توظف هذه المسألة وأن توظف داعش وأن توظف الذين الآن يختلفون على كيفية مواجهة داعش إذن الأساس في مواجهة داعش هي بالأساس عربية إسلامية وأقول إسلامية لأن تعني ناحية الفكرية تعني ليس فقط القول أن ما تكون بداعش لا يمثل للإسلام لهو في الحقيقة نجد أن هذا الكلام يرتبط أحيانا بسلوك طائفي بسلوك مذهبي عنده كثيرين يعني على سبيل المثال داعش في العراق هل كانت أن تكون بقوتها لو لم يكن هناك جماعات من الحكم العراقي السابق أيام صدام حسين إن كان على مستوى قيادات عسكرية أو على مستوى بعض الحزبيين البعثيين لو لم يكنوا مساندين لداعش في العراق الجواب لا هل كان في سوريا ممكن أن تنمو داعش بهذا الشكل لماذا الموصل سقطت بسرعة ولماذا عين عرب لم تسقط بسرعة هذا سؤال مهم لماذا عين عرب استطاعت أن تصمت كل هذه الفترة وأن تحبت وجود داعش في داخلها بينما كانت ببساطة الأمور تمر في داخل منطقة الموصل والمناطق الأخرى هذا يعني أنها أزمة عربية وإسلامية أولا وأخيرا إن كان من ناحية الفكرية أو السياسية أو المالية أو الأمنية أو حتى العسكرية هذا يعني أن هناك خلط عند البعض للأسف بين مواجهة نظام وبين إسقاط كيان لأن من يدعم داعش أن يسقط كيانه ولا يتصرر فأساس فقط إسقاط حكومة في بلد ما أو في موقع ما وهذا الخلط في رأيي الآن يحدث عند قوى المعارضة العربية في كل الأمكان دكتور صبحي تحدث أن هذه الحرب يعني حرب العرب والمسلمين لكن ماذا يعني التحالف الغربي العربي ضد هذا التنظيم هل هو فعلا تحالف غير فاعل نعم للأسف يعني أوضا أن يكون المبادرة من بلد عربي ما ومن موقع عربي دعوة لإقامة حالة تضامن عربي بمواجهة ذلك يعني كما حدث في الحرب العالمية الثانية التقى الغرب والشرق الغرب الرأسمالي والشرق الشيوائي في مواجهة نازية وفاشية كان أولى الحكومات العربية أن تأخذ بهذا المثال وأن تقول الآن لاست القضية صراعات إديولوجية بيننا كحكومات أو كشعوب ولا حتى أيضا هي مسألة الآن خلافات على قيفية العلاقة مع الحكومات هي الأساس مواجهة هذه الفئة لم يحدث لم يحدث طبعا ما فعله عبد الناصر بعد حرب السبعة وستين حينما أيضا سحب جيشه من اليمن وأوقف صراعاته مع كل أطراف العربية وقام في قمة الخرطوم أن الأولوية هي لمواجهة إسرائيل وتصرف على أساس ذلك هذا لا نرى عربيا يحدث الآن لا من قاهرة ولا من غيرها للأسف هذا في حد ذات يطرح الآن تساؤل على أن في ظل هذا الفراغ من الذي يستفيد منه أنا أعتقد الولايات المتحدة تحديدا الآن تستفيد من هذا الفراغ العربي والإسلامي إذا صح التعبير وهي التي دعت لإقامة هذا التحالف لكن لخدمة استراتيجية أمريكية خاصة وليس لخدمة هذه المصالح الخاصة في العرب أو في المسلمين استراتيجية تقوم على عادة تركيب المنطقة وصلت الفكرة دكتور كما تراه الولايات المتحدة في هذه المرحلة وصلت الفكرة سيد عبدالله التقرير تساءل عن احتواء ومنع تمد الداعش وأعني طبعا تقرير البريطاني هل سيكون هدفا أكثر واقعية من القضاء التام عليه دون أن يتحدث أيضا عن شكل هذا الاحتواء هو هدف أكثر واقعية في ضوء الاعتماد فقط على القوات الجوية وليس قوات برية وفي ضوء ضعف الجيش العراقي بعدم قدرته على الصمود بشكل كامل بسبب القصور في السلاح وحتى بالنسبة للأردن يعني عندما قال الملك عبدالله أننا سنشارك في القوات الجوية إذن ما هو المقصود في الغارات ما هو المقصود من الاحتواء كما فهمته من التقرير وما هي رؤيتك أيضا بصدد هذا الاحتواء هي أن تظل لداعش موجودة لأطول فترة ممكنة باعتبارها قوة تقاتل ضمن المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الأسد يعني المعضلة الأمريكية هي أنها لا تريد داعش ولكنها لا تريد نظام الرئيس بشار الأسد وهي تحاول تجنيد كل القوة المعادية لنظام بشار الأسد ليسقاطه ومن ثم فهي لا تريد القضاء على داعش بشكل كامل فضلا عن أن وجود داعش يزعج دول عربية كثيرة تتم معاقبتها لخروجها عن إطار السياسة الأمريكية من خلال إحساسها بالتهديد من وجود داعش خصوصا وأن هناك جماعات في مناطق مختلفة من المنطقة العربية في دول أخرى وحتى في أفريقيا تعلن بيعتها لداعش وأبو بكر البغدادي يعني كل هذا يحقق مصالح أمريكية ويحقق مصالح إسرائيل ويجعل الدول العربية تشعر ويتشعر بالتهديد تحتاج إلى الحماية الأمريكية وفي النهاية يحقق المصالح الأمريكية بالأساس وكل هذا على حساب المنطقة العربية طبعا الدكتور صبحي تحدث عن غياب التضامن الدفاع العربي طبعا هناك غياب لتنفيذ اتفاقية الدفاع العربي المشترك منذ فترة طويلة وهناك نوع من الحساسية بين نظم الحكم في البلاد العربية وشخصانة الخلافات بشكل أو بآخر وعدم التركيز على المصالح الاقتصادية المشتركة سواء باستثمار الأموال العربية في البلاد العربية بالأساس حيث يتم استثمار معظمها في دول غربية أو قيام مشروعات مشتركة بالتكامل توفر الإنتاج للبلاد التي تحتاج لهذا الإنتاج من الدول التي تتوفر فيها الخامات يعني كل هذه أمور تحقق التنسيق وربط الكيانات العربية بشكل أو بآخر مع بعضها للأسف الشديد هذا غير موجود لدرجة أن النقد يوجه إلى أن بعض الدول المشاركة في التحالف هي نفسها تدعم داعش وكيف تدعم داعش وتشارك التحالف هذه قضية دعني أستمع لوجهة نظر دكتورة نهلة في بيروت دكتورة نهلة على الجانب الآخر هناك مسؤولية في الغرب عن تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط ومن رحمها خرج تنظيم داعش وهو الصعود التطرف وقوة اليمين الذي يتبنى سياسات عنصرية وإقصائية في المجتمعات الغربية ذاتها إلى أي مدى يحتاج الغرب أيضا إلى مراجعة لمثل هذه المؤشرات نحن لن نعيد صناعة العالم بأكمله خلينا قبل أن نقول أن صعود اليمين المتطرف وسياساته الإقصائية تؤدي أيضا إلى مزيد من تفعيل نظرية داعش بين من يقول بصدام الحضارات وبين من يقول بانقسام العالم إلى فستاتين هذا موضوع ولا شك أنه قائم أنا أريد أن أقول شيء جرى التلاعب بواقع أو بظاهرة موجودة ربما كانت في البداية محدودة تلاعب بها لأغراض تتعلق بإدارة السيطرة في المنطقة باستنفار الأبعاد الطائفية والمذهبية جرى تجاهل أننا بمنطقة تتداعى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية كل يوم أكثر من يوم أنه نصف السكان العرب عند خط الفئر أنه تلت السكان العرب بحالة بطالة وخصوصا عندها الشباب ترتفع النسبة بشكل فضيع كل ذلك جرى الاستخفاف به واليوم نحن نناقش داعش وكيف ممكن تتحدى داعش أو تحتوى أو تضرب أو إلى آخره لا حل لا عسكري ولا أمني لظاهرة مثل داعش ولو اليوم ضربت داعش لظهرت زواهر أخرى ليس ضربت القاعدة وظهرت داعش وفي غير داعش بأفريقيا زواهرتين ومجموعات مسلحة شكرا دكتورا لا يمكن إيجاد حلول من هذا النوع لظواهر مثل ظاهرة داعش شكرا دكتور صبحي كيف يمكن مواجهة الوضع المتأزم في المنطقة بدون حل أهم معضلتين تمثلان جزءا من التشابك والتعقيد الحالي الأزمة السورية والانقسامات الحادة في العراق نتيجة حالة التهميش التي يتعرض لها أحد المكونات العراقية باختصار دكتور في الحالتين هناك دور أمريكي سلبي كبير حدث ولعب دور نشأة الأزمة في البلدين هناك أيضا مزيج من أسباب داخلية في البلدين اقتضت وتقتدي تغييرات وأصلاح سياسي مطلوب ومشاركة شعبية فعالة في الحكم وقامت مفهوم المواطنة والحفاظ على الوطن الواحد إن كان ذلك واجب على الحكم أو المعارضة في البلدين في الحالتين هناك انعكاس للصراع للأسف والخلاف الذي حدث بين بعض الأطراف العربية وإيران في الحالتين أجد أيضا أن هناك سعي أمريكي الآن لترتيب أوضاع المنطقة من خلال المفاوضات مع إيران من جهة ومن خلال أيضا إعادة ترتيب أوضاع العراق وسوريا في الداخل وكلامك صحيح أن تحسين الوضع العربي يحتاج الآن إلى إنهاء الأزمة تحديدا في سوريا هذه الأزمة الدموية التي تنعكس على كل دول المنطقة وليس فقط على سوريا وأيضا يتطلب إعادة استعادة العراق ودور العراق عربيا ولكن أيضا في ظل أخص في عين الاعتبار أن ما يحدث في داخل العراق وفي داخل سوريا الآن أصبحت داعش معنية بدرجة أولى فيه والإرهاب معنية بدرجة أولى فيه وهذا يقتضي من جديد الحديث كما أشارت الدكتورة نهلة إلى التعامل مع هذه المسألة ليس فقط بالحل العسكري ولكن في رأيي في الجانب الفكري في الجانب السياسي في الجانب المالي إضافة لضرورة أن يكون هناك عربيا إدراك أن هذا الخطر هو خطر على الجميع خطر على الكينات وليس فقط مسألة خاصة في هذا البلد أو ذلك شكرا دكتور أشكر ضيوفي كان معنا من واشنطن دكتور سبحي غندور مدير مركز الحوار بواشنطن ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي عبدالله حمودة وكانت معنا من بيروت المحللة السياسية دكتورة نهل الشهال شكرا لكم جزيلا وشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة يتجدد لقاؤنا معكم في الأسبوع المقبل السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة